اشتركوا في القناة لنشر هذه القوات في مناطق خفض التصعيد هل هذه الفكرة من ثمار اجتماع بوتين بأردوغان وروحاني في سوتشي ومخرجات أستانا أما أن التخطيط لها قديم منذ خمس سنوات أو أكثر بالتالي ما الذي تريده روسيا من ذلك هل تبحث عن شرعنة لاحتلالها سوريا أمام الكبار عبر مدخل نشر القوات الروسية في سوريا وهي التي نفت مرارا وتكرارا وجود قوات عسكرية لها هناك في ملفنا الثاني النظام يستبق بدء جولة جنابة الثامنة بإرجاء موعد سفر وفده إلى هناك دون أن يحدد موعدا آخر ودون أن يوضح الأسباب ففي الوقت الذي قالت فيه وسائل أعلام موالية له إن تأجيل السفر نتج عن استياء من بيان الرياض اثنان وما حدد سلفا كسقفا للمفاوضات أمل ديمستورا بأن يلتحق الوفد بجناف وأن يلتزم بتعهداته فما سبب إرجاء وفد النظام لسفره هل هي حركة تفاوضية متفق عليها السلفا أم أن أمرا جديدا يرسم لهذه الجولة التي يعول عليها الكثير على نتائجها في ظل تشكيل وفد من المعارضة على معقاص روسيا والنظام كما قيل التفاصيل بعد قليل أعلن مصدر في الخارجية الروسية أن موسكو تبحث مع دمشق فكرة نشر قوات حفظ سلام في مناطق خفض التصعيد في سوريا والمشاركين المحتملين بهذه البعثة وأضف المصدر لسبوتنيك أنه يجب الاتفاق على جميع القضايا مع دمشق حتى المبادرة يجب أن تأتي من الحكومة هناك بحسب وصفه هذا وكان وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف قد تحدث في عام 2012 عن إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا كما جرى الحديث عن نشر قوات حفظ سلام في مؤتمر أستانا واقترح نشر قوات تركية وروسية في مناطق خفض التصعيد منذ عام 2012 تحدث عنها لافروف سندرس المبادرة العربية بشأن إرسال بعثة مراقبين مشتركة من جميع الدول العربية والأمم المتحدة ونأمل أن نحصل على بعض الإجابات بهذا الشأن ولكن أولا يجب موافقة الدول المستضيفة للبعثة وثانيا قبل إرسال مثل هذه البعثات يجب تحقيق السلام ومن ثم الحفاظ عليه وبكلمات أخرى يجب التواصل لوقف لإطلاق النار ولكن المشكلة تكمن بأن الجماعات المسلحة لا تملك قيادة موحدة وسنعمل مع شراكائنا العرب لتوضيح الأسس القانونية وتطبيقية للمبادرة فكرة نشر قوات حفظ السلام سلام في سوريا كانت وما زالت بحسب التصريحات الأخيرة مرهونة بموافقة نظام الأسد في سوريا بحجة عضوية سوريا الفعالة في الأمم المتحدة حتى اليوم ويجب أن تأتي بطلب ومبادرة من حكومة الأسد إلا أن الفارق الآن هو ما شهدته البلاد من تقسيم لنفوذ على أساس ما سمي بمناطق خفض التصعيد والتي ستكون محورا ومرتكزا لعملية إرسال أي قوات أو مراقبين مصدر في الخارجية الروسية وفي تصريح خاص به وكالة سبوتنك قال إن موسكو تبحث مع دمشق فكرة نشر قوات لحفظ السلام في مناطق خفض التصعيد والمشاركين المحتملين بهذه البعثة تصريح جديد في خضم ما يشهده الملف السوري من صولات وجولات مكوكية من المفاوضات والمؤتمرات منها من عقد ومنها ما ينتظر كجولتي جنيف ثمانية وأستان ثمانية ومؤتمر سوتيشي الذي أجل إلى شباط من العام القادم تصريح يطرح تساؤلات أكثر مما يقدم حلونا في سوريا فهل كانت هذه الفكرة من ثمار الاجتماع الثلاثي بين بوتن وأردغان وروحاني بما تضمنته من طرح على الأسد؟ أم أن روسيا وحدها من تقترح الحلول في ظل تصريح رئيس الوزراء التركي حول انعدام حلال السلام في سوريا وإذا كانت المبادرة يجب أن تأتي من نظام الأسد فلماذا صرحت روسيا عنها وجاءت الفكرة من موسكو؟ ورغم أن الفكرة ليست بالجديدة أقلها منذ بدء جولات أستانة إلا أن الحديث عن مناقشتها مع نظام الأسد هو الأمر الغريب فبعد أن ضمت مناقشات أستانة إدلب كمنطقة رابعة لخفض التصعيد جرى الحديث عن نشر قوات مراقبة لحفظ السلام مكونة من قوات تركية وروسية في مدينة إدلب ومحيطها وكان لتركيا ذلك بنشر قوات لها عند المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة الوحدات الكردية أما عن روسيا فتدعي عدم نشر قوات لها في سوريا وتنفي وجود أعداد من جيشها أيضا فما الذي تريده روسيا من الإعلان والحديث عن ذلك؟ هل تسعى لشرعنة احتلالها لمناطق أكثر في سوريا من خلال أخذ موافقة الأسد إعلاميا؟ وسط أحاديث كثيرة عن أن بشار الأسد تلقى جدولا روسيا كامنا لما قد تحمله الأيام القادمة وربما من بينها نشر القوات الروسية أناقش هذا المحور مع الدكتور سامير صالحة كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول مساء الخير وأهلا بك معنا وأيضا الدكتور فايزة دويري محلل عسكري وستراتيجي ينضم إلينا من عمان مساء الخير وأهلا بك معنا وبعد قليل ينضم إلينا أندري مورتازين كاتب ومحلل سياسي من موسكو أبدأ معك دكتور سامير صالحة يعني من الفكرة في حديثاتها نشر قوات لحفظ السلام يعني هل هي الفكرة القديمة خاصة وأنها تم طرحها في عام 2012 يعني بإحدى اجتماعات لافروف كانت وقتها تتحدث عن موافقة أممية وأيضا موافقة من الجامعة العربية أم نحن اليوم نتحدث عن شيء آخر شيء منفصل تماما عما يجري حاليا نعم مساء الخير للجميع أولا يعني طالما أن روسيا تمسك بكثير من خيوط اللعبة في الملف السوري في الأشهر الأخيرة كما يبدو على الأرض فإنه ترى أنه من حقها هي أن تبدأ بطرح الحلول والخطات بالاتجاه الذي ترىه مناسبا وبرأيي هذا التصور لا يتجاوز هذه الفكرة هو طرح روسي يأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا ومصالح حلفائها على الأرض لا أكثر ولا أقل موضوع حفظ السلام قوات السلام أو إرسال قوات السلام حسب القانون الدولي أو حسب قانون الدول الإنساني تحت غطاء الأمم المتحدة مسألة واضحة ومحسومة يعني لها معاييرها لها أصولها وأسوسها لا يمكن الحديث عنها بهذا الشكل ما الذي تفعله روسيا كما أشرته أنتم أيضا قبل قليل تقدم الطرح وتقول أن هذا الطرح يحتاج إلى موافقة النظام وكان هذا الطرح قبل من المجتمع الدولي والآن يناقش مع النظام في دمشق لذلك هذه المناورة برأيه لن تنطلع عندنا الكثير من التفاصيل للنقاش لكن باختصار أقول لك هذه مجرد برأيه حسب القراءة الأولية مناورة روسية لكن غير مجدية إطلاقا بهذا الشكل وبهذا الطرح دكتور فايز الدويري هل تذهب مع هذا الطرح الذي تفضل به الدكتور صالحة صالحة مجرد مناورة روسية لا أكثر الطرح روسي يأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا أم لديك قراءة أخرى سيدتي أولا ما تقدم به تصريح وزير الخارجي الروسي هو أصلا يحمل بذور الفشل في التصريح نفسه عندما اشترط أن تتقدم سوريا وكأن الجانب المعني الوحيد هو سوريا علما أن النظام في سوريا لا يملك أي قدرة على المناورة السياسية إلا من خلال الموافقة الروسية والموافقة الإيرانية لكن ما تقدم به لافروف إذا عدنا إلى مناطق خفض التسعيد وهي لم تنجح ولم يتحقق بها وقف اطلاق النار وهو الشرط الأساسي للبناء عليه أقول إذا عدنا لها كان الحديث عن مراقبين والقوات التركية التي دخلت هي كانت يجب أن تسيطر أو تنشئ مراكز مراقبة في 12 منطقة مبدئيا في منطقة إدلب فيما روسيا تأخذ أطراف إدلب وقد تشارك بأعداد معينة داخل إدلب كذلك كان الحديث عن نشر قوات شرطة عسكرية في منطقة تخفيض التسعيد الجنوبي إذا انتقلنا من دور المراقبين المحدد والمؤثر إلى دور أوسع هو ما يسمى قوات حفظ السلام قوات حفظ السلام كما تفضل الدكتور هو تأتي بقرار هي بغطاء الأمم المتحدة القبعات الزرقاء يتم تأسيسها وإنشاءها بناء على قرار من مجلس الأمن وتحمل الأسلحة الخفيفة واجبات الإنسانية أعم وأشمل من واجبها العسكري إذا لو كان لافروف جادا في تصريحه لتحدث عن ما يسمى قوات صنع السلام بيس ميكينغ وليس بيس كيبينغ لأن الوضع في سوريا يحتاج إلى قوات صنع السلام بمعنى آخر التنظيم العسكري يختلف التسليح يختلف المهام تختلف وقد تجير تحت البند السابع لهذا السبب هو ناور بهذه المقاربة كما قال الدكتور بأنه فقط ليقول أنا صاحب الولاي العامة في الملف السوري دكتور دويري ضمن ما هو على الأرض الآن المشهد الواقعي تركيا نشرت قوتها على خطوط التماس مع الوحدات الكردية أو القوات الكردية الولايات المتحدة الأمريكية يعني وفق بيان أو تصريح صادر عن البنتاجون هي ستعلن عن الألفي جوندي أمريكي في سوريا مع أن التقارير والتسريبات تتحدث إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير هل جاء هذا الطرح الروسي اليوم وهذه الفكرة لقوات نشر قوات حفظ السلام هو لشرعنة وجودها أو لتنشر هي أيضا وتعلن عن نشر قواتها بهذه الطريقة يا سيدة روسيا ليست بحاجة إلى أن تشرعن وجودها لأن روسيا تتهم أي قوات حضرت إلى سوريا بدون طلب من الشرعية السورية وهي زائفة من وجهة نظري هي تعتبر قوات غير مرحبة بها ويجب أن تخرج أي بمعنى آخر فاطميون زينبيون أبو الفضل العباس القوات الروسية هذه تواجد شرعي فيما القوات الأمريكية والتركية هي تواجد غير شرعي طبعا هذه أحد الرسائل التي ضمنها تصريح لافروف لكن دعينا نضع النقاط على الحروف الآن القوات الكردية موجودة في شمال وشرق الفرات وهناك خط الفرات وهو الخط الأحمر لا يوجد أي تماث بينها وبين قوات النظام إذن هذه المنطقة نظريا مستثنى من أي قوات لقوات حفظ السلام إذن لأن قوات حفظ السلام يجب أن تكون ما بين المعارضة المسلحة سواء الإسلامية أو غير الإسلامية وما بين قوات النظام ليس بين القوات القسد وقوات النظام إذن استثني الجزيرة السورية ولنتحدث من الجزيرة الشامية غربا أي بعبارة أخرى فقط المناطق المتنألة الآن تحت الصراع ولكن السؤال المطروح ماذا يفعل الآن الطيران السوري والطيران الروسي في الغوطة الشرقية في هذا اليوم 26 قتيل يتحدث عن وقف إطلاق نار غدا وبعد غد ماذا يحدث في شمال حمص ماذا يحدث في ريف حماه الشمالي والشمالي الشرقي إذن الأرضية غير جاهزة لهذا الاقتراح والمقترح بحد ذاته ليس أكثر من تضليل سياسي وإعلامي في نفس هذا الإطار دكتور صالحة الوضع غير مهيئ إلى حد الآن اليوم هناك مجازر في الغوطة وهناك قصف مكثف على ديريزور يعني لماذا هذا الرهان على مناطق خفض التصعيد وهي لا توجد أساسا يعني روسيا اليوم لما تقدم هكذا فكرة هي ربطتها بمناطق خفض التصعيد يعني دعيني أقول لك أولا أن هذا الطرح الروسي ليس الأول من نوعه روسيا حاولت أن تفعل الشيء نفسه في الملف الليبي في الملف الأوكراني دائما أخذت مصالحها بعين الاعتبار وحاولت أن تطرح سيناريو من هذا النوع إرسال قوات حفظ السلام إلى هذه الأماكن لكن كان دائما المجتمع الدولي القوى الإقليمية والدولية تتصدى لها مباشرة في الملف السوري نعرف أن روسيا كما قلت لك تتقدم الآن على لاعبين كثر يتعملون مع هذا الملف لكن في نهاية الأمر هي تحتاج إلى هذا الدعم الدولي تحت سقف مجلس الأمن لا أظن أن أي دولة موجودة تحت في مجلس الأمن ستقبل طرح روسي من هذا النوع بهذا الشكل لماذا؟ أكثر من مادة يعني نتحدث عن مناطق تخفيض توتر هي تريد أن تحول مشروع خفض التوتر إلى مشروع حفظ السلام وكأن السلام بنية في سوريا وكأنه جميع الأطراف المحليين الآن تفاهموا حول خطط السلام ويذهبون إلى مجلس الأمن ليطالبونه بإرسال هذه القوات نقطة ثانية في غاية الأهمية لا يمكن لروسيا أن تتحرك وتقدم على خطوة من هذا النوع دون مناقشتها خارج مجلس الأمن خارج الأمم المتحدة مع اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين إذن روسيا تعرف أن هذا الطرح هو مجرد مناورة سياسية لا أكثر الآن السؤال الآخر لماذا روسيا تقدم على خطوة من هذا النوع برأيي هذا هو النقاش لأنه الشق الآخر المرتبط بإرسال قوات حفظ السلام لا يمكن إطلاقا قبولي أو منقشته حتى في الأمم المتحدة بصورته الحالية في إطار الأجوال السياسية والأمنية والعسكرية الموجودة في الجغرافيا السورية بالسؤال الأساسي إذن لماذا روسيا تحاول أن تفعل ذلك تحاول أن تناور من خلال المطالبة بمسائل من هذا النوع للوصول إلى تعزيز طروحات أخرى سبق وترحتها سواء كان في الأستانة وغدا أو بعد غدا في جينيف وبعد ذلك في اجتماعات المؤتمر الوطني السوني المرتقب يعني كل هذه المناورة برأيي تلتقي عند هذه المنصة ما هي التروحات التي تريد أن تعززها دكتور صالحة من خلال هذا الطرح لحفظ زلام يعني تريد برأيي أن تفرض نفسها أكثر فأكثر على ليس المسار الموجود اليوم على الأرض في سوريا بل على صناعة المشهد السياسي والدستوري المقبل في التعامل مع الملف السوري يعني لو كانت روسيا فعلا تريد دعم الشعب السوري في الوصول إلى السلام في سوريا كان عندها أكثر من فرصة من الممكن أن تقوم بها على الأرض لكنها عندما تقول لنا قبل الساعات أنه موافقة النظام السوري على قوات حفظ السلام هذا يؤكد مرة أخرى أن رهانها هو على النظام وحده فقط أنا قلت لك قبل قليل يعني مناقشة مسألة من هذا النوع تحتاج إلى دعم وموافقة اللاعبين المحليين على الأرض في سوريا لا يوجد هذا الدعم وهذا التأييد على الأقل كشرط مبدئي أساسي لذلك الآن أظن من الضروري أن نرى رد مقابل على الطرح السوري على الطرح الروسي هذا بأسرع ما يكون وهنا هي مسؤولية اللاعبين الإقليميين واللاعبين الدوليين الذين يقفون إلى جانب الثورة السورية ينضم إلينا الآن أندريا مرتزين كاتب ومحلل سياسي من موسكو مساء الخير سيد مرتزين وأهلا بك معنا إذن السؤال الأساسي لماذا تطرح روسيا الآن هذه الفكرة نشر قوات حفظ سلام في سوريا وفي مناطق حفظ التصعيد أساسا يعني هذه الفكرة أو هذا الطرح له شروط وما قالته روسيا تنتفي في هذا الشروط يعني يجب أن يكون في إطار مجلس الأمن في إطار الأمم المتحدة هي ربطته فقط بأن يعلن عنها النظام أو يوافق عليه مساء الخير بالفعل روسيا تريد تخفيض التوتر في سوريا وفي مناطق حفظ التوتر في إمكانية نشر قوات حفظ السلام ولكن بمراعة الشرطين وفقا للقانون الدولي الشرط الأول موافقة مجلس الأمن الدولي أول شرط والشرط الثاني موافقة الحكومة الشرعية لسوريا أي حكومة الأسد طبعا هذه الشروط من الصعب الآن تنفيذها لأنه يمكن أن يستفيدوا الدول الغربية مثلا الأمريكا وبريطانيا حتى البيتو على أي مشروع القرار بها الخصوص ولكن هناك رغبة بعد الدول لنكون منطقيين سيد مرتزين هذه الشروط يصعب الآن تنفيذها لماذا تطرحها الآن؟ ماذا من ورائها؟ روسيا طبعا روسيا تخطط الانسحاب العسكري تدريجيا من سوريا بالفعل روسيا تعبن من هذه الحملة العسكري بالرغم من أن روسيا لا تحضر بشكل جبار قواتها في الميدان السوري هناك لا أكثر من ألفين شخص روس ومن ضمنهم الخبراء والمستشارين والشرطة العسكري وصرب واحد للطائرات في قاعدة حميميم ومثلا للبلايات المتحدة لا أقل من عشر قوائد عسكري في المناطق الكردية في السوري يجب أن نأخذ هذا البيان الاتبار وروسيا بالفعل تريد تقليص حد التوتر ولذلك تريد روسيا مشاركة بعض الدول الإسلامية المحايدة مثل جمهوريات الآسيا البوسطة ككزاخستان وتركمينستان وتجيكستان ربما ستشاركوا هذه الدول في هذه القوات حافظ السلام في إمكانية؟ دكتور دويري هل بالفعل كما تفضل سيد مرتزين روسيا تريد الانسحاب تدريجيا من سوريا تعبت كما قال وتفكر في أن تستقدم قوات أخرى كما قال دول إسلامية سماها محايدة سيدتي أولا أتفق معا بأن روسيا تعبت ولا أتفق معا باستخدام مفردة الجبار حيث إذا عدنا إلى تصريح لافروف نفسه بأن القوات الروسية تدخلت قبل أسبوعين من سقوط نظام الأسد عندما تدخلت روسيا كان نظام الأسد على وشك السقوط رغم التواجد الإيراني كان يسيطر على أقل من 25% من الجغرافيا السورية كان في وضع انهيار تام وبالتالي العامل الحاسم فيما جرى في سوريا خلال العامين الماضيين كان بفعل سلاح الجو الروسي وهذا سلاح الجو الروسي لم نستطع أن نقف على حقيقة عدد الطائرات بحيث كانت تتراوح ما بين 65 إلى حوالي 90 طائرة ولم نكن نعرف حتى كمتابعين وحتى في الداخل السوري ماذا يجري كم يعود إلى روسيا كم يتم إرسال بدائل عنها روسيا لها تواجد دائم لمدة 49 عام في ميناء طرطوس وفي قاعدة حميميم روسيا موجودة في حماء روسيا موجودة في حلب روسيا موجودة في المعظم في التيفور موجودة في التياس إذن الوجود العسكر الروسي هو وجود حيوي وهو الحامل الرئيسي لانتصارات النظام السوري روسيا الآن عندما تتحدث عن قوات حفظ سلام هذه القوات روسيا لا تستطيع أن تحدد الدول التي تشارك فيها ضيفك تحدث عن الجمهوريات الإسلامية المستقلة الخمسة فيما افتراضا وهو افتراض غير واقعي وافق مجلس الأمن على هذا الطلب ستأتي قوات من هايتي وليس من قوات في الدول تابعة للفلك الروسي لأن هناك دول متخصصة أصلا في جيوش كلها لقوات حفظ السلام لأنها لا يوجد عندها قتال ولا يوجد عندها أعداء إذن أقول أنها ليست أكثر من خداع روسي لإيهام العالم أنها تسعى لإحلال السلام فيما هي تسعى جادة لإعادة تعويم الأسد وأكبر دلال على ذلك تأجيل مؤتمر سوشي والآن تأجيل آخر إلى شهر شباط من العام القادم لكن دعيني أطرح نقطة قد تكون بعيدة عن محور النقاش المعارضة المسلحة ونتائج مؤتمر الرياضة الثنين لو استغلوا قوتهم الحقيقية والتي يستهين بها الكثير في رفضهم المشاركة في اجتماعات سوشي سيجبر روسيا على تغيير مسارها لأنه لا يمكن روسيا تعلم علم اليقين لا تستطيع تحقيق أي اختراق سياسي بدون موافقة المعارضة حتى لو وافق مجلس الأمن كامل وباركة أمريكا لأنه الخلاف الرئيسي بين نظام طاغي وبين معارضة وشعب عليهم أن يسمعوا صوت المعارضة وعلى المعارضة أن تفهم ذلك دكتور رسالحة في نفس السياقة التي تفضل به الدكتور الدويري هكذا طرح أو هكذا أعلان اليوم عن نشر قوات حفظ السلام ونحن نتحدث عن ساعات قليلة تفصلنا عن جناف يعني روسيا قدمت نفسها خلال الأسبوع الفائت على أنها تريد إحلال السلام تريد حل سياسي سريع وتأتي اليوم كما تفضلتم وسميتوها بالمناورة والخداع يعني طبعا أنا لي أولا تعقيب على موضوع روسيا تعبت يعني ما الذي أتعب روسيا هذه مسألة لا نعرفها يعني بعد كل هذا الدعم والتأييد للنظام في سوريا وكل هذا الاستفاف في الملف السوري نأتي لنسمع أن روسيا تعبت برأيي في العمليات السياسية والمصالح السياسية لا يمكن لدولة كبرى مثل روسيا أن تقول أنها تعبت وتريد الإنسحاب العسكري بمثل هذه البساطة لذلك أنا قلت لك أنها مجرد مناورة لا أكثر لفتح الطريق أمام شروط جديدة أمام خطط جديدة في التعامل مع الملف السوري نقطة مهمة أيضا الآن أن الطرح الروسي نفسه متناقض يعني قوات حفظ السلام وروسيا وموسكو تعرف جيدا أن مشروع من هذا النوع لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام لا على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي ولا حتى على المستوى الديبلوماسي إذن روسيا ستلعب بالأوراق التي تملكها على الأرض الآن في الملف السوري لا أكثر طرح من هذا النوع خارج المنطق خارج المعقول في مثل هذه الأجواء لو كانت روسيا فعلا راغبة في تقديم خدمة من هذا النوع للشعب السوري كانت تحركت قبل ذلك وضغطت على النظام لليقبل بتسوية ما في الملف السوري وهي لم تفعل ذلك لذلك أنا مصر على نقطة أساسية أن روسيا تناور للمستقبل للمزيد من التنازلات في الأزيتانيا المزيد من التنازلات في جينيف وفي مؤتمر الشعب السوري المرتقب سيد أندري مرتزين يعني ضيوفي هي مجرد مناورة هي فقط لمصلحة روسيا في سوريا لا أكثر يعني روسيا اليوم بهذا الطرح وبهذه المناورة تريد تعزيز موقفها في المستقبل يعني في الوجود الدستوري إلى ما غير ذلك يعني كما قال الدكتور صالحة ما الذي منعها إذا كان تريد الخير لشعب السوري وأحلال السلام في سوريا لماذا لم تضغط من قبل على النظام حتى يقبل بأي تسوية سياسية ترحت وبمصاري جناب خاصة أنا موافق مع الضيوف الكرام فيما أنه لا يمكن الحصول على السلام بدون الموافقة أو بدون الحوار مع المعارضة من الدروري إجراء الحوار وروسيا قد دعت جميع أطياف المعارضة إلى سوچي ولكن للأصف الشديد المعارضة المتزمتة لم تخدر للأصف الشديد في أي حال من الأحوال روسيا تشاركوا وسوف تشاركوا في مفاوضات الجينيف في الجو الأستامنا وسوف تبضل الجهود في سبيل السلام أولا روسيا تقترح أن تتعمل بموافقة القرار الأممي 2254 هذا القرار وتطبيقه تدريجيا طبعا روسيا موافقة على إجراء الانتخابات البرلمانية وعلى تشكيل حكومة الإعتلافية ولكن للأصف الشديد المعارضة من ناصة الرياض لا توافق وتطرح الشروط المسبقة مثل رحل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية وإدانة إيران ماذا تريد سيد مرتزين؟ أتريد معارضة تقبل بقاء الأسد؟ يعني اسمها معارضة للأسد روسيا تريد بداية الحوار في جينيف وراء طاولة المستديرة وليس في الغرف المنفاردة بدون شروط المسبقة ويوافق عليها ستيفن ديمستورا طبعا هذا الحوار صعب جدا وللأسف الشديد أجل الوافض الحكومة السورية الذهاب إلى جينيف لفترة غير معينة ربما ستحضر ولكن ليس يوم الغد وفي الأيام المقبلة وللأسف الشديد ولكن الحوار وراء طاولة المستديرة ضروري وأول جلوس للمعارضة والمماثلية الحكومة الأسد صار في أستنى وليس في جينيف أشكرك سيد أندريم مورتازين أعظمي على المقاطعة انتهى وقتي الكاتب والمحل السياسي من موسكو شكرا جزينا لك دكتور فايزة دويري المحل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان دكتور سمير صالحة أرجو أن تبقى معنا لنقاش المحور الثاني من تفاصيل لكن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مشاهدنا بكم ترجمة نانسي قنقر